لاتس جو هذه الرحلة أمامك فرصة لا تعوض مسابقة حصرية بجائزتين قيمتين أنسختان مدفوعتان من كابكات برو 14.10 ستمنحان مجاناً للفائزين أبدأ دائماً فيديوهاتي بهذه الحركة المميزة التي تمنحها طابعاً خاصاً أولاً قم بأخذ لقطة شاشة من جهازك للبدء في العمل على أول نقطة كيفريم التي تعد أساس هذه العملية بعد ذلك انتقل إلى هذه النقطة المحددة وطبق تأثير التكبير باستخدام يدك بشكل دقيق وبذلك ستتمكن من الوصول إلى هذه النتيجة المبدئية بعد ذلك توجه إلى هذا الملحق الذي يمكنك العثور عليه بسهولة على قناتنا في تليجرام أو على قناة الواتساب حيث ستجد جميع الروابط المحدثة في أول تعليق أسفل الفيديو قم بوضع الملف على التايملاين ثم انتقل إلى إعدادات خاصية الأبليند وابدأ من البداية واضعا قيمة الشفافية على صفر بعد ذلك تحرك قليلا عند منطقة التكبير وعندما يبدأ البرنامج في التشغيل قم بزيادة الشفافية بشكل تدريجي وبالطريقة التلقائية ليتم تحديد الكي فريم بشكل دقيق في الخطوة الأخيرة أضف تأثير ترانسيت أو إيفكت مميز وبذلك ستحصل على هذه النتيجة الاحترافية المذهلة قد الفيديوهات وإدخالها في برنامج المونتاج ولشيء يجب فعله هو تقطيع الصوت خطوة أساسية لتحسين جودة الفيديو وجود صوت أكثر سلاسة وتناغما مع المشاهد لإزالة الفراغات بين المقاطع الصوتية الفراغات والمقاطع الصوتية يمكن أن تشتت اتباه المشاهد وتؤثر على تدفق الفيديو لذا يجب فراغات لجعل الصوت يتناغم بشكل أفضل الخطوات الأولى بدء التقطيع عند بداية الفراغ بعد تحديد الأماكن التي تحتوي على فراغات استخدام الموجات الصوتية في برنامج المونتاج يساعدك في تحديد ذلك قم بالانتقال إلى بداية الفراغ واضغط على أداة Cut أو Split لقص الصوت عند هذه النقطة التقطيع عند نهاية الفراغ بعد تحديد بداية الفراغ انتقل إلى نهاية الفراغ وقم أيضا بتقطيع الصوت من الجهة الثانية باستخدام نفس الأدوات ثالثا حذف الجزء الفارغ الجزء الثاني الكتابة على الفيديو يدويا الكتابة اليدوية على الفيديو مهمة جدا لأنها تمنحك تحكما كاملا في النصوص مما يسمح بتعديل كل كلمة أو جملة بشكل مستقل على عكس الكتابة التلقائية Auto Caption الكتابة اليدوية تتيح لك تغيير الألوان داخل النص الواحد بسهولة التحكم الكامل في موقع النصوص وحجمها بدقة استخدام ميزات مثل تأثيرات النصوص وإضافة حركات مميزة رغم صعوبة الكتابة اليدوية فإنها تجعل الفيديو أكثر احترافية وجاذبية وتظهر المحتوى بشكل مميز ومناسب لجميع المشاهدين الجزء الثالث المؤثرات الصوتية هناك ثلاث طرق لتجهيز المؤثرات الصوتية الأولى افتح محرك بحث يوتيوب واكتب مؤثرات صوتية للمونتاج قم بتسجيل الصوت الذي تحتاجه باستخدام أدوات التسجيل بعد ذلك أستخدم أداة استخراج الصوت لإضافته إلى الفيديو ولكن لا أنصحك بهذه الطريقة الطريقة الثانية افتح محرك بحث جوجل وابحث عن مؤثرات صوتية رغم أن هذه الطريقة فعالة إلا أنها صعبة وتستغرق وقتا وجهدا كبيرا في البحث عن المؤثرات الصوتية وتنزيلها الطريقة الثالثة كما ذكرت لكم في أول الفيديو الإجابة هي أنني سأقوم بإنشاء قناة تليجرام خاصة به هذه الطريقة أسهل بكثير لأنها تتيح لك الوصول إلى جميع المؤثرات الصوتية والانتقالات في مكان واحد سأقوم بتحميل المؤثرات الصوتية والانتقالات على القناة لتتمكنوا من تحميلها واستخدامها بسهولة في مشاريعكم هذه الطريقة توفر عليكم وقتا وجهدا كبيرا مقارنة بالبحث والتحميل من الإنترنت بعد العثور على المؤثرات الصوتية المناسبة يمكنك إضافتها للنصوص والصور والفيديوهات لتحسين التجربة الصوتية والبصرية بشكل احترافي أول شيء بعد دخولك قناة تليجرام وتحميل الانتقالات والمؤثرات كيف تضيف الانتقالات؟ حسناً أنصحك بألا تضيف الانتقالات بشكل عشوائي نعم، هذا صحيح؟ أملك خبرة ثلاث سنوات وهذه هي النتيجة الصحيحة ضعها في المكان المناسب ولا تستخدم انتقالات البرامج المعروفة بعد دخولك على قناة التليجرام ستجد انتقالات ستغير حياتك كيف تضيفها؟ أولاً تضغط على خانة بي آي بي ثم تختار الملف الانتقالي بعد ذلك تأتي وتسحبها وتضعها في المنطقة المناسبة قبل الصوت والصورة القادمة وبهذا الشكل ولا تنسى أن هذه المؤثرات تحتوي على صوت لكي تجعلها احترافية جداً المؤثرات البصرية أين ومتى وكيف تضع المؤثرات البصرية؟ ضع المؤثرات البصرية داخل الفيديو بإحكام عندما تصل إلى شيء مبهر، نصف مبهر أو نقطة مهمة تريد التركيز عليها ضع التأثير في هذه اللحظة هذه هي الطريقة الصحيحة وأخيراً إذا وصلت إلى هذه النقطة وكنت تضغط على زر الإعجاب والاشتراك فتأكد أنك الأفضل وتريد الاستفادة الخاتمة بعد هذا الجزء قبل أن نختم هذا الفيديو أود أن أوضح أن هناك جزء آخر بعد هذا الجزء حيث سنتناول المزيد من المواضيع المهمة في المونتاج ولكن الآن دعونا نلخص ما تعلمناه في هذا الفيديو الأول التلخيص السريع لما تم شرحه في الفيديو تعلمنا كيفية إضافة المؤثرات الصوتية والنصوص بشكل احترافي وأهمية استخدام الانتقالات لتحسين جودة المونتاج التوجيه إلى فيديو آخر إذا كنت مهتماً بتعلم المزيد عن المونتاج شاهد الفيديو التالي الذي سيأخذك خطوة إضافية نحو احترافية أكبر في إضافة التأثيرات والتعديلات ثالثة دعوة للتفاعل والتشجيع إذا أعجبك الفيديو لا تنسى أن تضغط على زر الإعجاب وتشترك في القناة لمتابعة المزيد من الفيديوهات المفيدة وإذا كان لديك أي استفسار أترك تعليقاً في الأسفل وسأكون سعيداً بالإجابة بعد الانتهاء من المونتاج كل ما سنفعله هو الضغط على الإكسبورت بعدها سنختار أعلى جودة 1080pHD وأختار 60 فريم أما بالنسبة للصيغة سنتركها MB4 بعد ذلك نضغط على تصدير سننتظر حتى ينتهي التحميل وبعد الانتهاء نضغط حفظ وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو إذا استفدت من الشرح لا تنسى أن تضغط على إعجاب وتشترك في القناة لتصلك كل الفيديوهات الجديدة إذا كان لديك أي أسئلة أو استفسارات لا تتردد في تركها في التعليقات وسأكون سعيداً بالرد عليك في أقرب وقت شكراً لمتابعتك وإلى اللقاء في الفيديو القادم ترجمة نانسي قنقر